بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم ابناء الطلبة. طلبة الصف الاول ابتدائي. المنهج السعودي. مادة الرياضيات الترم الاول. اه النهاردة معدنا مع الفيديو الرابع. هننخلص فيه ان شاء الله الفصل الرابع الاعداد حتى عشرة. الاعداد دي اللي احنا بنعدها على ادينا. بما فيهم الصفر. الصفر اللي هو ما فيش حاجة اصلا. كنا خدنا قبل كده صفر واحد اتنين تلات اربعة خمسة. وكنا خلصنا صابع الايد الواحد. النهاردة هنكمل وناخد صابع الايد التاني. من خمسة لحد عشرة. اللي هو ايه ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. تمام? زي ما تعودنا بنبتدي بحاجة اسمها تهيئة. التهيئة دي بيقول ايه كل اه هوصل كل كرة بالايه? بالمضرب اللي اصدها. فانا اوصلهم. هادي اول واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. يبقى لحد دلوقتي كده كم? خمسة. وانا وصلته. طيب. السؤال التاني. بيقول لون خمس ورقات بالاخدر. من الخمس ورقات دول. الونهم بالاخدر. حاضر ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. كمام كده? طيب. السؤال اللي بعده. السؤال التالت في الورد الاحمر دوت. اللي حوط على اربع وردات. يعني هو كده بيرجع على الاعداد القديمة. اللي هي من صفر لحد خمسة. انا هحوط له على اربع وردات. ناخد مثل الاربع اللي فوق دول مع بعض. حوط عليهم اهو. تمام? ونشوف السؤال الرابع. بيقول بعد الاشياء دي في كل مجموعة وبكتب عددها. وبحط بعلم على المجموعة الاكبر. طيب. تعال انا عد مع بعض. هنا فراولايا ولمونة والناس. واحد اتنين. تلاتة. يبقى اكتب تحتها العدد بتاعها تلاتة بالارقام. تلاتة. هنا موزة وتفاحة كم واحدة دول? ممتاز. اتنين بس. احوط على الاكثر. مين الاكثر? مين الاكبر? طلت تلات سوابع ولا سبعين اتنين? تلاتة ولا اتنين? لا لايه التلاتة. احوط على المجموعة الاكبر. كده يبقى انا خلصت الايه? الصفحة دي. انا خش نشوف الصفحة اللي بعدها. ايه المطلوب? الاداد ستة سبعة تمانية. ستة بتبقى عكس الاتنين. تمام? الاتنين لو تفتكر كنا بنكتبها كده. لا الستة عكسها. بتبص الناحية التانية. سبعة كده. تمانية بتبص التحت. السبعة بتبص الفوق. والتمانية بتبص فين لتحت. تمام? دي الاعداد ستة وسبعة وتمانية. طيب. تعال نشوفهم بقى عاملين ازاي? دول كام هدية? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. فكتبت ستة. ستة تن بالحروف تلت حروف. ستة تن. طب سبعة اكتر شوي. اربع حروف. كم بن لنا? واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة. طيب. كم زمارة? واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة تمانية. ستة حروف. تمانية. تمام كده? يبقى ستة سبعة تمانية. هي دي الاعداد. طيب. هو قال لي البنطة العدد. وبايه? وبمثله. او بكتبه. هنا كم هدية? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. قلنا ستة اكتب ستة. كده عكس الاتنين. طب البلونة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. دي السبعة. طيب. الزمارة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمانية. كده يبقى احنا ايه مثلناه. نخش على الصفحة اللي بعدها. بيلي من السؤال اربعة وخمسة وستة. بعد الاغراض اللي موجودة وبنطق العدد. وبالون مربعات حسب العدد. يعني من اربعة لستة هنعمل نفس الموضوع. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. بقى انا لون برضو ايه? ست. آآ الوان باللون الايه? الازرق. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واقف لحد ايه ستة. وارجع ثاني. ولونها بقى ايه? كويس. طيب الجرادل دي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. هنا سبعة. الونهم باللون الاخضر. زي لون الجردل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. سبعة مربعات. تمام? اشوف السؤال اللي بعده نفس الفكرة. عندي. كم واحدة من دي? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمانية. الونها باللون الايه? الاصفر. كم مربع دول? واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. الونهم ايه? كلهم كده. تمام? طيب. السؤال السابع. تعالي نشوف يولي اعمل ايه? بعد الاطباق وبنطق العدد. وبكمل الرسمة عشان اكون تمان اطباق. تعالي نشوف هم كم طبق. واحد. اتنين. تلاتة اربعة خمسة. دول خمسة. يعني انا عايز كمان كم طبق? عايز كمان. تعالي نعد مع بعض. ستة سبعة. تمانية مربعات. امتاز. ببقى عليك. انا كده كملتهم. ثمانية اطباق. قراءة الاعداد ستة وسبعة وتمانية وباكتبها. دي طبعا ايه? باكتبها ازاي? بامشي مع النقط دي كده. ستة. امشي مع النقط بالالم بتاعي. تمام? بيقول بارسم ستة قراءات ملونة دخل المربعات. وبامطى العدد وبامشي الالم على الايه? على الحراب. وبارسم سبعة قراءات ملونة. وتحت بارسم ثمان قراءات ايه? ملوناة. يعني هنا هرسم ستة قراءات ملونة. ماشي. ارسم ستة قرات ملونة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست تحت ارسم سبعة قرات ملونة ماشي اغير اللون واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة اللي تحت نفس الفكرة هرسم تمن قرات ملونة عادي جدا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية كده انا رسمت ايه تمن قرات ملونة كده خلصنا ايه الصفحة دي الصفحة اللي بعدها سؤال اربعة وخمسة وستة بيقولي من اربعة لسبعة بعد الحاجات دي ولازم تكون من النوع نفسه وبنطق العدد وآآ بوضح عددها وبكتب العدد في المكان المخصص طيب ماشي تعال انا عد دي علبة البسكوت دي فيها كم واحدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة لو انا وزعها على زميلي كل واحد فينا واحدة يبقى كلنا سبعة سبعة بتتكتب كده تحت الشوكولات اللي انا معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية لانا معايا شوكولاتة موكل لو احنا تمانية ايه تتوزع علينا وتكفينا طيب هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست هنا ست اكتب ست هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تماني هنا تماني اكتب تماني تبقى الصفحة دي برضو كمان خلص نخش على الصفحة اللي بعدها العددين بقى تسعة وعشرة تسعة بتتكتب ازاي زي ما اكتبها كده بيكتب زي خمسة ويركب فيها عصايا كده وقف طيب والعشرة ده رقم كبير فبكتبوا على هيئة عددين العددين انا انا اعرفهم واخدهم قبل كده اللي هو الواحد وقدامه على يمينه هنا الصفر ماشي انسى انها قدامه لازم يكون الواحد شايف الصفر كويس مايبقاش في دهر تسعة وعشرة عشرة دول اللي هو كل صوابع اليت تمام كده فعلا نشوف الاسئلة اللي عليهم بيولي السؤال واحد واثنين بعيد وبنطق عددها وبحوط المجموعة اللي عددها تسعة باللون اللحي والمجموعة اللي عدد عناصرها عشرة باللون الازرق طيب تعال عيد واللونهم تسعة احوطهم باللون الايه الازرق صح؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ماشي انتو تسعة احوطكم باللون الازرق طيب لا اسف تسعة باللون الاحمر وعشرة باللون الازرق تمام؟ يبقى دول باللون الاحمر مغير اللون بتاعه ادي غيرتلهم بقى باللون الاحمر طيب اللي تحتهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة لا عشرة اللون معلش انا هلونكم انتم وحوط عليكم باللون الازرق طيب ننزل للقطع اللي تحت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة يعني باللون الازرق طيب اللي تحتها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة يعني اقول له ان انا هحوط عليك لكن باللون الاحمر تمام كده وكده الصفحة ديت برضو خلاص نخش على الصفحة اللي بعدها الصفحة اللي بعدها سؤال 3 و 4 و 5 و 6 و 7 بللي من 3 و 4 و 5 بعد الحاجات في كل مجموعة بمطق عددها وبحوط المجموعة اللي عدد عناصرها 9 بالأحمر والعشرة بالأزرق نفس ليه الفكر من 3 إلى 5 هنعمل كده المجموعة دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دول 9 9 ده قال لي باللون الهون الأحمر هدي الأحمر هون حوط عليه طيب نشوف الأصادة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لا دي عشرة أقول له معلش أغير اللون أحوط عليهم باللون الاي الأزرق ممتاز طيب تحتها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 يبقى أحمر يبقى غير اللون فحوط عليهم بالأحمر اللي أصادها 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 يبقى باللون الازرق حوط عليهم بالاي باللون الازرق والسؤال الخامس نفس اللي ايه الفكر ماشي ماشي طيب السؤال السادس بيقول لي بعد الأشجار وبنطق عددها وبكم من رسم أشجار لحد ما يوصل لكام لتسعة هم هنا عندي كام واحدة اتنين تلاتة اربعة يبقى هفض الأرسم لحد ما يوصلوا كام خمس هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس أعدهم كلهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يبقى دول كده ايه التسعة أشجار طيب نكمل بعد كده السؤال السابع بلي بعد المظلات ثم ينطق عددها واكمل لحد ما يوصل لعش واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى ناقص سبعة تمانية تسعة عشر يعني ناقص لأيه اربع مظلات يعني ترسم هنا اربع مظلات تمام برضو بقي التمرين على قراءة العددين تسعة وعشرة تسعة اربع حروف وقلنا منكتبها ازاي خمسة وبسك فيها عصايا وعشرة اربع حروف وبكتبها ازاي بكتب واحد وقدامه صفر خلاص بعد كده ما فيش ارقام جديدة بكتب كل الارقام زي من الصفر لحد التسعة واحد وقدامه صفر اتنين وقدامها تلاتة خمسة وقدامها ستة يعني ايه مش هتلاقي ارقام جديدة بعد كده ان شاء الله السؤال واحد واثنين بعد الحاجات دخل المربعات وبنطق العدد وباقيه وبكمل الرقم تسعة بكتبه ازاي اللي هو ببتدي من تحت من هنا واكمل واكمل واطلع واقوم نازل بالايب العصاية ابتدي من تحت من هنا وكمل واطلع وانزل ابتدي من تحت وكمل واطلع وانزل العشرة بنزل واحد وقدامه صفر نقطة بس كده واحد وقدامه صفر نقطة في ناس تعملها كده ده الصفر لا غلط ده قريب من الواحد لا هو نقطة بس كده اللي هو الصفر تمام كده دي طريقة كتابة العدد تسعة وعشر هنا بعد الحيوانات وبكتب ليه العدد جوه واحد اتنين تلات اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة اكتب له انا ايه تسعة وهو طريقة كتابة واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة عشر بكتب العشرة دي الواحد وديت الصف تمام وتكمل انت بقى الباقي تعد وتكتب العدد في المراب ده اختبار كده برضو سيسيبه لك تحله او فيه اي مشكلة ابعثلي في كومنت وان شاء الله نزل لكم حلول المراجعة والاختبارات اللي بتبقى في النص دي زي ما قلتلكم انا بحاول اخلي الفيديو في حدود ربع ساعة فمش عايز ايه اه انشغل بحل حاجات تطول علينا الوقت بشكل كبير دي كلها اختبارات على الفصل الرابع الاعداد حتى عشر مقارنة الاعداد المقارنة قلنا مقارنة يعني مين الاكتر ومين الاقل كده هنا بيقول لي كم برطانة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كم تفاحة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ممكن اقول دي ستة او دي خمسة يبقى انا خلاص عرفت مين الكبيه اللي هو الستة او بيستخدمها طريقة التوصيل اوصل كل موزة بخوخة 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 الاقي عدد الخوخ هنا زيادة الموز اقل يبقى هنا الموز اللي هو كان واحدة اتنين اربعة خمسة عدده خمسة اقل من الخوق اللي هو كان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة طب الفراولة والتفاح واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية كل فراولاية مدية تفاحية يبقى عدد الفراولة تمانية يبقى برضو عدد التفاح تمانية يبقى كده مساوي للعدد دي طريقة المقارنة اشوف مين الاكبر ومين الاقل. عد واشوف. بقي التمرين دي برضو انت ان شاء الله تحلها مش هتلاقي فيها مشكلة. لو في حاجة افت قدامك بعتلي وقول. ترتيب. ترتيب عندي نوعين من الترتيب. ممكن وانا طالع السلم. ماشي? انا طالع السلم ببتدي دايما من الصغير. ببتدي من الدر الارضي الاول التاني التالت الرابع الخامس كده. ده بيسموه ترتيب تصاعدي لان انا صاعد. او انا نازل من فوق من البناية اللي انا فيها الدر التاسع مثلا. بعدين التامن السابع السادس الخامس الرابع الاسنسير بيفضل يعدي كده. ده برضو ترتيب بس اسموه ترتيب تنازلي. يبقى لو انا هبتدي من الصغير وافضل ازود 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 ده اسموه ترتيب. تصاعدي. صفر واحد فراشة فراشتين تلاتة يبقى اكيد اللي بعده كان اربعة. طيب. هنا كم نحلية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هنا ست. بعدها بشوية زادت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع. يبقى زود كمان نحل. هنا زود كمان نحلتين يبقى تمانية. تسعة وهنا ايه? عشر نحلات. تمام كده? ده اسموه الترتيب. وانا عندي نوعين من الترتيب ياما ارتب وانا طالع اسموه تصاعدي ياما وانا نازل واسموه ترتيب تنازلي. كده عارفتوا الفرق. هنا عدد البذر. ستة. هنا بقى سبعة. هنا تمانية هنا تسعة. النحلة دي كل ما تجبر يطلع لها نقطة زيادة. تلات نقطة اربعة خمسة بعدين ستة. السلحفة برضو. هنا خمسة. طب هنا كام? اللي هي بعدها سبعة يبقى الخمسة. بعدها ستة. هكتب هنا ستة. دي اتنين تلاتة. ارسم هنا اربعة. ارسم له اربع فراشات كده. بعدين خمسة. ده الترتيب. قلنا العدد الترتيبي. اه. عايز اعرف مسلا بيلي حوط اه على الارنب الاول. هنا الارنب الاول فين اهو. احوط عليه. ده الاول اللي وصل للجزر الاول. ماشي? وقال لي حط اه اكس. على الارنب التالت وخط تحت الخامس. اكس على التالت. ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة. وخط تحت الخامس. الله حاضر. وهدي الخط اللي تحت الخامس. وده الاول. احوط. تاني. تالت اكس. الرابع الخامس. خط. طيب. تعالي نشوف هعمل ايه? مع البطات دي. قال لي احوط على البطة التانية. احوط عليه. هجيب الدايرة. احوط البطة التانية فين الاولى? اللي قريبة من المي. دي البطة التانية. احوط عليه. طب اكس على البطة الرابعة. واحد اتنين تلاتة اربعة اكس اهو. طيب خط تحت البطة السبعة. اعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. احوط خط تحت الايه? البطة السبعة. كده انا سهلة يعني ان شاء الله. مش هتلاقي فيها مشكلة. وبعد كده العاب والاختبار. في نهاية الفصل. لو في اي حاجة وفيت قدامك عرفني. وشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي مع الفصل الخامس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.